بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة من الناس من إذا أتى رمضان صلى وصام وإذا انتهى رمضان فلا صلاة ولا صيام وهؤلاء هم عباد المواسم يقول فيهم الفضيل بن عياض رحمه الله بئس القوم هم لا يعرفون الله عز وجل إلا في رمضان والله عز وجل يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت وهؤلاء ينتقلون من عز الطاعة إلى ذل المعصية قد كان الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله يدعو ويقول اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك ويقول الإمام العلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إنكم تنصرون بالصلاة وتخذلون وتهزمون بالمعاصي ولهذا يا أيها الأحبة لا بد من تصحيح المسار ومحاسبة النفس قبل دخول الرمس وأن نواصل الحسنة بالحسنة حتى ننطى الله عز وجل لا بد أن نصحيح المسار قبل وقوف القطار ولقاء الجبار سبحانه وتعالى فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وفق الله الجميع وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته